بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القتل في سبيله حسنا والشهادة الصفاء ونصلي ونسلم على إمام المجاهدين وسيد الفاتحين الذي تمنى الشهادة في سبيل رب العالمين قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بعد سنين طويلة حافلة بالعلم والعمل والدعوة والجهاد ترجل البطل الهمام وأغمد السيف الحسام وضيء الوجهها الطال الزنادي سلام الله يا قمر الجهادي نزف لأمتنا نبأ استشهاد قائد جيش الإسلام الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد زهران بن عبد الله علوش على إحدى جبهات الغوطة الشرقية فسطاط المسلمين تقبله الله وأعلى في الجنان مقامه تضيق في الثناء عليه المعاني وتكل الكلمات فرحمه رب الأرض والسماوات وإننا في جيش الإسلام نبشر أمتنا أننا على الدرب ماضون لا نغير ولا نبدل ولنا بالشيخ أحسن قدوة وأجل أسوة وإن مجلس قيادة جيش الإسلام يعين القائد المجاهد الشيخ أبا همام عصام بويضاني قائدا عاما لجيش الإسلام خلفا للقائد أبي عبد الله رحمه الله فليبشر النظام الغادر الفاجر بآساد تخلف من مضى ولن تزيدنا إلا حرصا على قتاله واستئصاله واليبشر الخوارج المارقون بأسياف أحفاد علي تكسر قرنهم وتقطع دابرهم وتبدد زيفهم وزخرفهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين